حفة الجنة بالمكانة حفة النار في الشاوات وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبه شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم أتعلم أول واجب علينا أن نتعرف على عظمة الله نتعرف على كمال الله نتعرف على صفات الله نتعرف من خلال النظر في مخلوقاته وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أبلا تأسرون أبلا أنظرون إلى العبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أبرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونهم أمنعنا الخالقون أبرأيتم ما تعرضون أأنتم تزوعونهم أمنعنا الزارعون أبرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المجنين أمنعنا المجنون أبرأيتم النار الذي تورون أأنتم أشأتم شجرتها أم نحن مشئون أم من يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ولهذا لا أود دحبة من الله من صناعة الأجواء الإيمانية بيننا بقوة التواصي بالحق والتواصي بالصبر فإذا صنعنا الجو الإيماني جو الذكر والمذاكرات تلقى أي أنطلق الفكر لعباب هذا الكون حتى نتعرف على الله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتبكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك بقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القياما إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الآيات لأن أحبة بالله يعني متى أن طلق الذكر بعد الذكر فالتذكير يولد التذكير والتذكير يولد التركيز في القلب تركيز معاني التوحيد والتركيز يولد التحريك تحريك الجوارح في طاعة الله قل أعنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك بيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اعتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهم سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وجينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم هكذا أحبة بالله كن نتعرف على هذا رب العظيم ولهذا لا بد من تكوين الأجواء الإيمانية في حياتنا إذا رجعنا إلى بلادنا لا نرجع إلى الجو الغافل الذي كنا فيه لا بد من الاتباط بالجو الإيماني دائما لكي نهتدي والانقطاع عن الجو الغافل دائما لكي نستقيم لأن الجو الإيماني معسكر الرحمن والجو الغافل معسكر الشيطان فلن يفلس جليس الملائكة في الجو الإيماني ولن يفلح جليس الشياطين في الجو الغافل فكن دائما جليس الملائكة ولا تكن جليس الشياطين فالشياطين معنا للنهار وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم بالأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كيف ننفك من الشياطين بالملائكة قلنا لله الملائكة سيارة فضلاء في الطرقات يلتمسون حلب الذكر فإذا رجعنا إلى بلادنا لا نقول اعتمرنا وانتهينا وصمنا وانتهينا لا نقول صمنا واعتمرنا وبدأنا لأن المعركة مع ابليس شوه الآن كريم واعتمره مساكي يطفون عن كعبة سبع شواط ولكن يطفون على سواق سبعين شواط فاشتغلوا ورجعوا بالهدايا ما اشتغلوا ورجعوا بالهدايا ليه النهار في الأسواق نحن ما جينا قطعنا آلاف الأميان أنذقنا آلاف الأموان ثم نضيع وقاتنا وحياتنا وإيماننا في الأسواق أبغض البقاء عند الله الأسواق وأحبها عند الله المسعد فإذا رجعنا إلى بلادنا لا نكون مع الغافلين نكون فقط مع الدعاة لله واصبل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطمن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة أنت قد لا تجد العلماء دائما وقد لا تستطيع أن تجالسهم دائما ولكن لا تنفك عن الجو الإيماني لا تبتعد عن الجو الإيماني بالغداة والعشي عش الجو الإيماني مع زوجتك مع أولادك مع زملائك مع جرالك مع أقاربك بالليل والنهار بالسفر في العلوة الحال نتكلم عن الخالق والآخرة فالتذكير والكلام عن المغيبات عن الله عن الجنة عن النار يجعل يجعل عظمة الله والآخرة في قلبي لا نتكلم عن الدنيا إلا قدر الحاجة أما الكلام عن الخالق والآخرة فقدر الإمكان نتكلم عن الخالق نتكلم عن الخالق وذكر فإن الذكرى تنفى المؤمنين ولهذا الشيء الذي نحن فقدناه بهذا الزمان ما هو وظيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله دعوة المسلمين للإيمان ودعوة الكفار للإسلام فلو آمن المسلمون لأسلم الكفار لو آمن المسلمون في العالم لأسلم الكفار في العالم ترى ما أخر إسلام الكفار إلا تعخر المسلمين عن الإيمان صلون صمون حجون ما شاء الله ولكن إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا خاص فجر وإذا اعتم من خال وإذا عاهد غدر قال هذا منافق خالص النفار وإن صام صلى وسعم أنه مسلم فجمال الإسلام في المسلم بالإيمان إذا ما في إيمان عند المؤمن قال تعراب عمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فجهدنا في الدعوة على المسلمين لكي يؤمنوا فإذا آمن المسلمون أسلم الكفار حولهم لو آمن المسلمون في العالم لأسلم الكفار حولهم لأن الكفار ينظرون للإسلام في المسلمين فإذا رأوا المسلمين يسرروا الخمور ويكذبون ويغشون ويخدعون نفروا من إسلامنا فنحن السبب نحن السبب هي وقاء الكفار على كبره فلو آمن المسلمون في العالم لأسلم الكفار في العالم إذا جهدنا حبة لله جهد الدعوة مرحلتان المرحلة الأولى على المسلمين لكي يؤمنوا لعلى المسلمين لكي يؤمنوا فإذا آمن المسلمون تلقايا أسلم الكفار في العالم والله سبحانه إذا المارك الله فيكم نحن بقض ما نبقى فأطر العلماء العلماء دعاة إلى الله الريد السباك داعي والحداد داعي والنجار داعي والمبلد داعي وكالناس البلدية داعي صاحب التكسي داعي بياء الخضار داعي الطباق في المطعم داعي كل هؤلاء وغيرهم إذا كانوا دعاة إلى الله أحسنوا لإسلامنا صار أخلاقهم طيبة وأصمعوا زببا في فتح شهية الناس لكلام العلماء أما العلماء يبنون في المساجد وعامة الناس يهدمون في الحياة واحد عالم يبني وعالم واحد يهدمون من فاعدة لأن ما عرفنا دور عامة المسلمين دور عامة المسلمين غير دور العلماء دور عامة المسلمين أن يكونوا دعاة إلى الله بالتذكير بالأخلاق بالمعاملات بالمعاشرات بالصفات الطيبة فإذا صاروا دعاة إلى الله بهذا المستوى العلماء يستطيعون أن يبنون قناءاً لا يهدم الصحابة كانوا كلهم دعاة إلى الله كلهم علماء في التقوى رضي الله عنه وعنظاه لكن لم يكنوا علماء في البتوع إلا قليل منهم رضي الله عنه ولكن تقي الصحابة الذي لا يفتي أفضل ممن جاء بعده ولو كانوا مفتي لأن حبة بالله نقول علينا أن نشارك في جهد التقوى نشارك في جهد التقوى وذلك بربط الناس بالجو الإيمان صناعة الأجواء الإيمانية وذكر فعلاً الذكرى تنفع المؤمنين أصنع جو إيماني مع زوجتي مع أولادي مع زملائي مع جيراني هكذا المسلم المسلم لا ينتمي لدولة معينة المسلم عالمي فأن هذه أمتكم أمة واحدة وعلى ربكم فأعبدون ليس فقط يعني نحن نعيش لقرانا أو قبائلنا أو مدننا أو دولنا فنعيش للعالم كل المسلمين في العالم نهتم بأن يلتقي الدين في حياتهم مسلمون في البرازيل مسلمون في الأرجنتين في كندا في الصين في كل مكان في العالم حيث ما وجد مسلم فثم أمتنا حيث ما وجد مسلم فثم أمتنا نذهب نزور المسلمين نزورهم في الجراء الجران نزور أقالبنا نزور زملائنا ونزور الناس في القراءة في المدن في الدول ونزور الناس في العالم كله وجبت محبتي للمتزاورين فيها والمتجالسين فيها والمتحابين فيها والمتباذلين فيها فإذا رجعتم إلى بلادكم أوصيكم ونفسكم أن نتعلم الدعوة إلى الله نتعلم الدعوة إلى الله سبحانه تعلموا الدعوة أين مع السباكين مع الحددين مع النجارين لا مع الدعاة إلى الله كما أن النساء ما يتعلم السباكة مع الحددين ولا نجارة مع البلطين ولا صيد السبكة يعني في الصحراء ولا لا يتعلم السباحة على كذيب رمل يتعلم السباحة في البحر فكذا إذن نفس الشيء ما نتعلم الإيمان إلا مع المؤمنين نتعلم الصدق مع الصادقين نتعلم التواضع مع المتواضعين نتعلم الإيمان مع المؤمنين أما نتعلم الإيمان مع المنافقين نتعلم الصدق مع الكلمين نتعلم التواضع مع المتكبرين نتعلم ما يمكن ممكن نتعلم الصفات الطيبة إلا مع أهلها كونوا مع الصادقين لهذا أحبة بالله إذا رجعنا أي شرع إلى بلادنا يجب علينا أن نتعلم وضيبة رمضان الله عنه نتعلم الدعوة إلى الله حتى نشتغل بها في أحيائنا اتفضلوا حتى نشتغل بها في أحيائنا دعونا أن أجلنا جميعا